قبل ما ابدأ المسلسل التحفة ده لو انت تبعت الجزء الاول معنا هتتبع الجزء التاني من الديها 23 بيقولك ايه بقى يا سيدي ان الميا والارض والهوى والنار عاشوا مع بعض الف سنة في سلام من غير اي مشاكل وده ليه بقى عشان الافاتار والافاتار ده يبقى اقوى شخص فيهم الوحيد اللي بيتحكم في الاربع قوات ولما بيموت الافاتار ده روحوا بتتولد في شخص تاني بس من ساعة ما الافاتار الاخير مات الافاتار الجديد لسه ما ظهرش قبل ما نشوف اللي هيحصل بقى مع بعض نصلى على النبي ونبدأ بسم الله بيبدأ المسلسل بواحد عنده قوة خارقة بتتحكم في الارض وكان بيجري في يدي رسالة والناس اللي بتتحكم في النار بيجري وراه وفدله يضرفوا ببعض شوية وكل واحد طلع قوة بتاعته على التاني بس اللي من الارض ده لما حس انه مش هيقدر على بطوع النار رمل رسالة لصاحبه اللي كان مستنيه على حسن بوريش ده وقال له وصل الرسالة دي الملك الارض وقال له ان العركة بتدت وعمل سد وقفل على صاحبه وبعدها سلم نفسه ولما ودوا الملك النار قال له ان بعت مخططاتهم القتالية الملك الارض وانه ما يكونوا مستعدين وهيجموا عليكم قبل ما انتوا تفكروا تهجموا عليهم الملك قال له دي حاجة حلوة العالم كله هيشهد انكم انتوا اللي بدأتوا فبيقول له انت بتعمل كده ليه الملك قال له عشان احنا النار وانت عارف بقى النار دايما بتاكل في نفسها وفل حواليها خلاص ان اولنا احنا اقوى قوة في العالم وبيعرفوا انه ما كانش هيئزيهم وان المخططات دي كانت تخص الناس اللي بتتحكم في الهوى فبيقول له حمده دا بس هما ما بيئزوش حد قال له حاصل بس الافاتار اللي جاي هيبقى منهم ولازم يموتوا كلهم قبل ما يظهر الافاتار دا وبيقول الملك للمساعدين بتوعه انهم يستعدوا للهجوم عند بتوع الهوى بقى بينشوف ولد اقرع وهو بيتير في الجو وكان عامل شوية شربزات حلوة وبيكون اسمه انج وهو الولد الوحيد اللي فيهم اللي بيقدر يتير ويتحكم في الهوى من صغره وبعد شوية بيسمع صوت الراهب جيازته وهو بينده عليه فبياخد اول يوتيرن وبينزله على طول وده يا عزيز اللي مدربه دايما معاه يعني هو اقرب وعد ليه وبيقوله انه مستواف تقدم وانه مميز عن العال كلها وبعد ما سابه ومشي بيجي له واحد تاني وبيقوله قلت له ولا لا فبيقوله لسه مجاش الوقت المناسب عشان يعرف لكن الراجل بيقلب وشه عليه وبيقوله انه مفيش وقت للليعب والهزار البايخ ده وانه كان لازم يعرفه دلوقتي وبيعرفه ان المجلس عايزه وبيدخل المجلس وبيعمله اجتماع ورئيس المجلس بيقول انه انج عنده 12 سنة دلوقتي اصغر واحد فينا كلنا وحصل على علامة ساهم المعلم بسبب قوته لازم يعرف حقيقته فبيقولهم جياسته انه لسه صغير عشان يتحمل المسئولية دي رد رئيس المجلس وهو متعصب وقال ان الوقت بينفز منهم وان ملك النار هجم على ملك الارض وان الناس اللي بتتحكم في المياه بتساعد بتوع الارض وانحنا لازم نساعدهم احنا كمان وعشان كده احنا محتاجين الافطار فبينزل جياسته وبيتكلم مع انج وبيقوله انه مميز عن كل الموجودين وانه عمله الوشم ده مخصوص قدام ينجيتشين عشان هو قوم مختلف وينجيتشين ده يا عزيزي كانت الافطار الاخير اللي من ملوك الهوى وبيحكيله انها لما ماتت اتولد بعدها افطار من المية وبعدها افطار من الارض وبعد الارض افطار من النار يعني كده الدور هيرجع تاني على بتوع الهوى وبيقوله انت المميز اللي فينا انت الافطار اللي كلنا مستنينه فبيتخد عنجه وبيتوتر وبيقوله افطار مين بس ياعمل حاج مش للدرغاتي انا مش عايز القوة دي اصلا قاله جياستو انت الوحيد اللي تقدر تنكز العالم العالم محتاج افطار لازم تبشي دلوقتي وتتضرب على باقي القوة المية والارض والنار انجه قال له دلوقتي هي سهلة كده امشي واسيب دياري واصدقائي واسيبك انت كمان فبيشجعه بالكلام وبيقوله انت لازم تسيبنا دلوقتي عشان تقدر تحمينا وخليك دايما فاكر انت مين انت اللي هتقدر على ملك النار واي حد يتعرض لنا انت اللي هتخلي العالم يرجع يعيش في سلام من تاني وانا هفضل مستنيك وحفضل صاحبك الوحيد وبيحضنه انجه وهو خايف جدا ووقت النوم ما كانش عارف ينام وبيطلع يعود يفكر مع نفسه وما كانش متخيل ازا هيقدر على الملك النار ده وينقز العالم وبعد شوية بيجي له طور بشعر كتير وبياخده وبيتير في الوقت ده كان ملك النار خلص على ملوك الارض والمية وكان في طريقه لملوك الهواء وبيقموا المساعدين وما يسيبوش اي حد عايش لا كبير ولا صغير وفعلا بيدخلوا وبيغفلوه وبتبدأ معركة كبيرة ما بين الهواء والنار وفي نفس الوقت كان انجه والطور بتاعه طيرين ومش حاسين باللي بيحصل لكن فاجأة الدنيا بتمطر وبتقوم عصفة جديدة واللي اتنين بيعوا في البحر وملك النار كان قلص على مملكة الهواء كلها والجهاز تحاول معاه بكل قوته لكن برضو ما درش عليه في نفس اللحظة اللي مات فيها كان انجه تحول وقرعته نورت تحت المية وتقريبا كده الافاتار حضر فيه وبتعد سنين كتير وكان العالم مفوش اي قوة خارقة غير ملوكه النار وبس وبننتقل لما كان اسمه خليج الزئب وبنشوف واحدة اسمها كتارة وهي بتحاول تتحكم في المية بس ما كانتش قادرة تسيطر وتتحكم فيها فابتزا وبتروح تقف مع ساكة وساكة دا يا عزيزي هو اللي بيحمي خليج الزئب ولما بيعرف ان السيادين رجعوا بقوارب السيد فاضية قرر انه ياخد كتارة ويروح يصطادوا بنفسهم وهم في الطريق بيسألها كانت فين من شوية فبيتقوله انها كانت بتتماشى ساكة قال لها انا عارف انك كنت بتحاول تتحكم في المية لو اي حد من متحكمين النار شام خبر انك متحكمة في المية حيبقى لاشوكي انت عارف انهم خلصوا على المتحكمين اللي في العالم كلهم ولو لا اوكي مش هيسموا عليكي كتارة قالت له اني مفيش حد عيعرف عنها حاجة واني متحكمين النار بقالهم فترة كبيرة مجوش يعني يا سيدي ما تخافش بقى مش هيحصل حاجة وفجأة القارف بيتحرك بيهم بسرعة وساكة بيفتكر ان كتارة هي اللي بتتحكم في المية بس هي بتقوله انا ما بعملش حاجة وبيفضل القارف يمشي بيهم بسرعة لحد ما بيرميهم عجليت برا وبيشوفوا بلور التلجي كبيرة قدامهم وكانوا مستغربين لانهم كانوا اول مرة يشوفوها بس يسكى بيلاقي القارف بيعد عنهم وكان بيحاول ان يدور على اي حاجة عشان يرجعه وكتارة بتاخدها فرصة وبتحاول انها ترجعه تتحكم في المية في الوقت ده كان في سفينة كبيرة في المية وكان عليها الامير ابن ملك النار وبنعرف ان بقاله تلس سنين بيدور على الافاتار وابو الملك نفى من المملكة لحد ما يلاقي الافاتار ويجيبهوله وكتارة كانت لسه بتحاول تقرب القارف وفجأة البلورة اللي لقوها بتتشأ وبيطلع منها نور عالي وبيشوفو الامير وبيفرح جدا وبيتأكد ان هو ده الافاتار وسكى وكتارة ما كانوش عارفين اللي بيحصل وبيشوفو انجو هو وايف قدامهم ومنور وفجأة بيتطفي وبيقع على الارض وبيلاقوا القارف رجع لهم تاني فبيقول سكى لكتارة انهم لازم يرجعوا وكان عايزة تسيب انج مرمى على الارض وده لانه كان خايف منه وما كانش يعرف اي حاجة عنه لكن كتارة بتصامم انها تاخدوا معاياهم ولما بيرجعوا كانوا الناس مستغربين من شكله ومن الوش من اللي على قرائطه ولما بتدخل عليهم الجدة دي اول ما بتشوفه وبتشوف الوش بتعرف انه متحكم الهوى ساكا لا مستحيل ما بقاش فيه اصلا في العالم متحكمين هاوى فبتقول لهم الجدة انهم يسيبوه يرتاح دلوقتي ولما يفوقي بيعرفو حكايته اما الامير كان متأكد ان الدوق اللي خرج ده الافاتار وبيقول لعمه انهم لازم يروحوا لخليج الزئب ويشوفوا بنفسه عمه كان شايفه عيل عبيد بس كان مضطر يجري عشان هو الامير وبيفوق انجه وهو مخدود وبيقوموا ما كانش عارف هو فين ولما بيطلع بيلاقي عيال كتير بتلعب وبيفرح وكان عايز يلعب معاهم لكن بيجي ساكا وبيزعق في العيال وبيقول لهم يبعدوا عنه عشان هو عدوه ليهم انجه قال له انه مش عدوه ولا حاجة وبيعرفوا بنفسه وبيسأله هو فين لكن بيفتكر الطور بتاعه وبيفضل يندع عليه وبيتير في الجو وهو بيصفر له وفعلا بيسمعوا الطور وبيروح له وبعدها بيقعد مع الجدة وبيحكي لها لالله حصل معاه وما كانش يعرف باللي تعمل في متحكمين الهوى ولا كان يعرف اي حاجة من اللي عملها ملك النار فبيتقوم الجدة وبتقول له ان الميا والهوى والارض والنار كانوا عايشين في سلام بس قرر ملك النار انه يخلص على الباقي عشان يستولى على العالم وقتل كل المتحكمين في الميا والارض والنار ووقتها كنا محتاجين الافاتار عشان ينكزنا لكن هو تخلى عننا واستخبه فبيتسدم انجي من الكلام وبيتدايق وبيطلع يجري على بر وبيعضوا هو متدايق على صحابه والراهي بجياسته وبتطلع وراكي طارة وبتفضل توسيه وبتقول له انها هي كمان خسرت اهلها كلهم وبتحكي له ان ملك النار قتل امها قدامها وان ابوها راح مع محاربين تانين ورا متحكمين النار عشان ياخدوا حقهم بس من ساعتها وهم مرجعوش وبتعرفوا ان الكلام ده حصل من 3 سنين وبتكمل كلامها وبتقوله ان من وقتها والساكة هو اللي بقى مسؤول عن المحاربين الباقيين مفيش حد هنا من المحاربين الكبار وان دي مسؤولية كبيرة على ساكة جدا بس بتقوله ان لسه فيه متحكمين مياه في الشمال وبيحاولوا يقوموا لحد دلوقتي وبتقوله كمان ان لسه مملكة الارض صامدة لحد النهاردة فبيقولها انج انه كان عنده صحاب من مسخرين النار وكان بيزورهم كتير كتارة قالتنه ما بقاش في الكلام ده دلوقتي ما بقاش في امان ولا مواد ده ما بين الناس وبيفضلوا يتمشوا في القرية ولما بيوصلوا عند ما كان في مياه بتقوله كتارة انها حاول الكتير تتدرب بس مش جايبة سكة خالص واني سكى خايف ان اي حد يشوفها ويعرف انها من المياه وبتقوله انها لازم تتدرب لانها الوحيدة اللي باقي من متحكمين المياه في القرية انجا قالها انه عايحاول يدربها وبيقولها على الحاجات اللي كان بيقولها له الراهب جياستو لما كان بيدربه ولما جات كتارة تجرب وتعمل زي ما قالها قدرت فعلا انها تتحكم في المياه الاول مرة وكانت مبسوطة جدا لكن فجأة سابق بلورت المياه وتناحت وده لانها شافت السفينة بتاعت الامير وهي دخلة عليهم وبتجري بسرعة على سكة وبتقوله والسكة بيد نبلة لكل المحاربين الصغيرين على اساس يعني انهم عايحاربوا بيها متحكمين النار بس بتطلع الجدة وبتقولهم انه متحكمين النار جايين عشان انج وانهم عايزينه هو ومش هيئزونه لو اخدوه وبتقوله انت الافاتار المنتظر فبيسكت انج وما بيرضاش يرد وسكة بيزع فيه بيقوله انا اصلا ما كنتش مرتاح لك كنت حس انه وراك مصيبة وبيلوموا انه تخلى عن شعبه واختفى وقت ما كانوا محتاجينه وبيقوله انه واحد جبان لكن بيجي واحد بيقول لساكة انه متحكمين النار وقفين على البوابة فبيقول ساكة لكتارة تستقبى بسرعة وبيطلع وبيقابل الامير والامير بيقول انه مش عايز مشاكل وانه جاي ياخد الافاتار اللي عندهم وخلاص وبيهددهم انهم لو ما سلموش الافاتار هيهد الكرية فوق دماغهم فبيخاف ساكة وبيقوله انه هيسلمهم انج لكن كتارة بتفضل تترقا وبتقوله ان ابوها لو كانوا موجودين ما كانوش هيسلموه فبيرجع في كلامه تاني ولما بيطلع برا بيقول له ده كده وصلى على النبي الدنيا مش مستاهلة يعني احنا معندناش افاتار هنا لكن الامير كان مصمم وقال له يبقى انت اللي جبتوا لنفسك واللي اتنين بيبدأوا العركة بس طبعا ساكة كان محارب على قده والامير كان اقوى منه بكتير وقبل ما يموتوا بيطلع لهم انج وبحركة واحدة وقاحهم كلهم على الارض وبيفضل يضرب فيهم وبيمرمطهم شوية والامير كان مصدوم وتأكد انه فعلا الافاتار ولما العيال بيحدفوهم بالتل بيكرر انه يهجم عقارية فبيزعى فيهم انج وبيقول للامير انت عايزنانا وانا هسلم نفسي في مقابل انك تسيبهم فبتجرع عليه كتارة عشان تمنعه لكن ساكة هو اللي بيمنعها وانج بيقول لها ما تقلعش عليه وبيسلم نفسه للامير وبيخدوه وبيمشو وكتارة بتفضل تلوم في ساكة وبتقوله ان انج صغير ومحتاجهم ساكة قال لها بالرغم انه سبب المشاكل بس هنساعده في الوقت ده كان انج مسكون والجنرال عم الامير ما كانش مصدق نفسه وكان فكر ان الامير فاشل ومش هيقدر يمسك الافاتار وانج بيسأله ليه متحكمين النار بدأوا الحرب دي فبيسكت شوية وبعدها بيقوله ان دي طبيعة النار النار حراءة وبتاكل في بعضها وفي اللي حواليها وبيتكلم معاه بكل ادب واحترام وكمان بيقوله انه هيبعت له شوية شاي بالياسمين وبيسيبه وبيمشي لكن انج كان زاكي جدا وبيقدر يسحب المفاتيح من الحارس من غير ما يحز في الوقت ده كانوا كتارة وساكة كانوا حضروا نفسهم واخدوا الطور الطائر عشان يلحقوا السفينة وانج بيطلع عشان يهرب ولما بيسمع سوك جاي ناحيته بيدخل يستخبف قوضة وبيقفل عليه وبتطلع عندي قوضة الامير وكان كتف مذكراته عن كل الافاتار اللي كانوا موجودين فبياخد المذكراته بيخبيها وكمان بياخد العصايا بتاعته وبعدها بيطلع على سطح السفينة عشان يهرب بس الامير بيشوفه وبيحاولوا النوم يوقفوه بس كان انج أخب بعضه طور وفضلوا يضربوا عليه نار لحد ما الامير اتخنق وراح ظرفه هو وحده وفعلا بتيجي فيه وبيقع لكن بيلحقوا ساكة وهو عالطور وبيمسكو فبيتعصب الامير اكتر واكتر وبيقول لهم يحاولوا يوقعوهم لكن المرة دي كتارة هي اللي بتستخدم قوتها وبتوقفهم وبيقدروا يتيروا بعيد عنهم وساكة بيقول لانج ان متحكمين النار مش هيستسلمو غير لما يمسكوه وانهم ما ينفعش يرجعوا تاني للقرية لانهم هيعرضوا حياتهم للخطر فبيقول انج انهم هيروحوا للقرية بتاعته ولما بيوصل هناك بيتفاجئ من منظر القرية وهي متدمرة ولما بيدخل جوه المعبد بيشوف الراهب جهازته وبيتدايق جدا وبيفضل يفتكروا وهو بيتكلم معاه وبيتعصب اكتر واكتر ودماغه بتنور وما بيحسش بنفسه باللي بيعمله وساكة وكتارة كانوا خايفين جدا وبيفضلوا يندهع عليه بس هو ما كانش حاسس بنفسه وكان بيدمر المكان من حواليه وكان برضو لسه شايف قدامه جهازته ولما اخيرا بيفوق بيقع على الارض وهو حزين وبتجري عليه كتارة وبتاخده في حضنها وهو بيفضل يعيط ولما هدي شوية قال لهم انه مش عارف يتصرف وانه في حاجات كتيرة لسه متعلمهاش وما فيش حد دلوقتي جنبه ويقدر يعلمه كتارة قالتله لانانسان لما بيخسر حاجة بيتعلمه صادر حاجة تاني وانه لازم يعرف انه قوي والعالم محتاجه فبيقول لها انها عندها حق وانه الافتار المنتظر ولازم يتحرك ويوقف متحكمين النار ويعمل لهم حدود والامير كان قاعد متدايق وبيرسم انجف ورقة وبيحطها قدامه ومن غله بيولع في الورق اللي قدامه ولما بيدور على دفتر مذكراته ما بيلقهوش فبيتجنن وبيتعصب اكتر واكتر وبيفضل يزعق وبيقول ان الافتار الجديد ده جبان وانه ما عندوش اي فكرة عن الاكشن والمعارك والكلام ده عمه كان عاصر على نفسه نص كيلو لمون ومستحمله بالعافية وقال له ما تهدى كده عشان نعرف نفكر احنا مبعدناش قوي والمكان اللي احنا فيه ده مفوش اماكن كتير عشان يعني يستخبى فيهم اكيد هنقدر نمسكه وهنسلمه للملك وانغي كان بيقرم ذكرات الامير عن الافتار وبيعرف ان الافتار كيوشي كانت اشرص افتار جي العالم فبيكرر ان يروح المكان اللي كانت عايشة فيها قبل كده يمكن يعني يلاقي هناك اي حاجة تساعده ساكب يتدايق وبيقول لك تارى انهم خلاص عملوا اللي عليهم وانهم لازم يرجعوا القرية كي تارى قالت له يعني بزمتك لو انت اصلا عندك زمت انت لازمتك ايه هناك وايه الفايدة من انك تنكس خليج الزئب لو ما انقصتش العالم احنا لازم نساعد انغ عشان يعرف واجباته كا افتار ويمكس هو العالم وبعدين من يوم ما انغي دخل حياتي بقى والدنيا تغيرت معايا انا ما كنتش قادر تحكم في المياه وهو اللي ساعدني انا نسك انه هيبقى افتار جبار وهيقدر على ملك النار في الوقت ده كان الافتار الجبار قاعد خايف من الفار وعمل ينده على كطارة ويقولها ان في حاجة في شنطتها ولما بتروح تشوفها بتلاقي حاجة غريبة كده ما تعرفش دا ارد وبيستهبل واللي عامل نفسه خفاش المهم انه هو بيتير وكان بيأكل اكل كطارة وكطارة بتلاقي رسالها في شنطتها ولما بتقراها بتلاقي ان جدتها هي اللي كانت بهالها وبتشجعها عشان تتدرب على القوة بتاعتها وقبل ما بيمشوا من المعبد انجي بيدفن اللي تبقى من جياسته وبيقوله الكلمتين الحلوين وبيودعوا والامير وعمه كانوا في مدينة بيسموها مدينة المعلومات وكانوا مستنين يسمعوا اي معلومة عن الافاتار في الوقت دا كان انجوا كطارة وساكة ووصلوا لجزيرة كيوشي بس بيتفاجئوا ببنات حطين نص كيلو بضر على وشهم وهم مسبتينهم وبيقولولهم انهم اتعدوا الحدود بتاعتهم كطارة قلت لهم انتوا فهمتوا غلط دا الافاتار اللي كلنا مستنينه فبتقول واحدة منهم لو هو فعلا الافاتار اكيد هيبقى فيها اي اشارة ولسه ما خلصتش كلامها بيتلاقي تمثال كيوشي بينور على انج وبيقولوا ان هي دي الاشارة وبياخدوهم على رئيسة المحاربين بتاعتهم وبيتقولهم انهم بقالهم ميت سانة ما استقبلوش في جزيرتهم اي ضيوف وعشان كده الجزيرة دلوقتي في امان انج قال لها انهم مش جايين عشان يتسببولهم في مشاكل وكل اللي هو عايزوا انه يدور في كتب الافاتار كيوشي يمكن يعني يلاقي اي حاجة تساعده في الاول هي كانت رفضة بس لما بنتها قالت لا ما تحبك هاش او كده يا حاجة عادي يعني لما يدوروا في الكتب مش هيجرى حاجة يعني فبتوافق وسمحت لهم انهم يعوض يومين اتنين بالعافية ساكة بقى كانت عجباب انت رئيسة المحاربين الخطين الحمر اللي فوشها دول كانوا عامنين له اغرق شديد شوية وبيفضل يتكلم عن نفسه وبيقول لها انه بيحمل جزيرة بتاعته وانه حد جامد جدا والكلمة كلمته فبيتقول له ما عليش يعني انت ازاي بتحميهم وانت دلوقتي اصلا سيبهم ومش معاهم اتوتر شوية وحسب الاحراج وبيقول لكتارة فقريني كده انا هنا ليه وكتارة وانج كانوا وقفين بيتحكوا اما الحزين زوكو بيروح هو وعمل رئيس مقر المعلومات بنفسه وبيسألوا عن خراية وتقارير المراقبة وبيعملوا نفسهم انهم بيدوروا على قرش الحبار فبيقول لهم انه هيجيب لهم المعلومات الصبح وبعد ما مشوا ما كانش متطمن وبيقول لرجالته انهم اكيد بيدوروا على حاجة اللي هئيمة وبيأمرهم انهم يتشقلبوا يعرفوا هم بيدوروا على ايه ولو يعرفوا اي معلومة حتى لو هي مش مهمة يعرفوا بيها وساكا كانواف بيتشطف كده ع السريع ولما بيلف وراه بيلقي المحاربة في وشه فبيتخدوا بيقولها المفروض يعلقوا للجرس كده عشان ما تقديش الناس وهي ما كانتش مركزة معاه وفضلت تبص عليه اصل الطرية كلها بناتي عزيزي وبعدها قالتلوا ان الاكل جاهز ولما بيروحوا ياكلوا بيجي زغلول دا وبينتش الاكل من ساكا وبعد شوية العيال بيتجمعوا عندهم وبيقولوا الانج انت فعلا متحكم هوا فبيقوم انج بقى وبيعمل لهم حركتين عشان يزبتلوهم وبعدها بيطلع يلعب معهم برا في الوقت دا كان واحد من رجالة رئيس المعلومات بيقولوا ان فيه معلومات وصلت لها على الافاتار وبيعرفوا انه موجود دلوقت في قرية كيوشي وكمان بيقولوا ان الامير زوكه قبض عليه وهرب منه تاني والرئيس بيتجنن وبيقولوا انه كان متأكد ان الامير وعم وراهم سر كبير اما ساكا كان واقف بيتضرب وكل شوية كان بيتقدم ان بنت الرئيسة دي عاملة زي العفريت اللي بيطلع من العلبة والساكا بيستعرض نفسه قدامها وبيقولها انه محارب جامد ومفيش زيه وبيعلمها ازاي تصيب الهدف وهي بقى كان السايبا يرط ويتكلم لحد الاخر وبعدها رمت الهوية بتاعتها وهب قطعت الشمام كل مرة واحدة وبيتفاجئ وبيتحرك في نفس الوقت وبيقولها انه محارب جامد بس في القرية بتاعته يعني فبيتقوله طيب تعالى نجرب ساكا سكت وكان نفسه الارض تتشاق وتبلعه ولسا بيسخن وبيتقطع في دراعاته هاجمت عليه وسبتته فبيخاف وبيسبع وبيجري وهي بتدهي جدا وده لانها كانت فاكرة ان هي كده بتغري وهتخليه حباها اما انج ما كانش لها اي حاجة ممكن تساعده في الكتب وبيقول انه مش عارف ازاي هينكز العالم وهو لسا متعلمش حاجات كتير فبيتقوله كتارة ان كيوشي كانت يتيمة وكانت عايشة في الشارع لحد ما لايت شغلك خدامة عند اغنى واحد في الجزيرة وما حدش كان يعرف عنها انها الافطار قال لها يا ستي ماشي انا معاك انه كلام جميل وقشت صباح الفل بس ازاي اتغيرت من قدامة يتيمة لمحاربة عظيمة انا طول عمري ما بحب شأزي حد ازاي هقتل بسهولة وانقذ العالم بس بيفتكر نفسه لما كان بيتدرب زمان وبيحس انه فعلا مميز وده عشان المعلمين اللي كانوا بيدربوا زمان كانوا خايفين منه وكانوا عارفين ان جواك قوة كبيرة كتارة قالت له انت مش لوحدك وبتقراله اللي مكتوب في الكتاب وبتقوله ان كل الافطار السابقين موجودين جواه ولو عايز حد فيهم يعلمك لازم تتواصل مع حد فيهم اما الامير زوكو بيلحظ ان سافينة جاو رئيس المعلومات مش موجودة وبيقول لعمه انه اكيد وصل لحاجة وبيجي واحد من الناس وبيقولهم انهم شافوا بقرة بالتير في الجو نحي الجزير الكيوشي وعشان كده مش الفجر عشان يروح يشوفها اما ساكا بيكرر انه يدخل لبنت الرئيسة عشان تدربه شوية بس كان حسس انه بدأت شدل لها وانجي كان قاعد قدام تبسال كيوشي وكان بيحاول انه يتواصل معاها وبيطلب منها انها تساعده وفعلا عينها بتطلع ضوء عالي وكالعادة قرأة انجي بتنور وبيلاقي نفسه واقف مع الافاتار كيوشي وبيتقوله اخيرا جيت انا كنت مستنياك من زمان وبيفضله يتكلمه كلام مالوش لازمة كتير يعني فهنسبهم دلوقتي ونروح للامير زوكو وبيقول لعمه ان دي فرصته الوحيدة عشان يقدر يرجع لقريته وبنفهم يا عزيزي من الكلام ان ابو الملك كان قاسي عليه واداله مهمة صعبة عشان كان عارف انه فاشل ومنه مش هيقدر عليها لكن عمه فضل جنبه وقرر يساعده وبيدخل عليهم واحد من رجالته وبيقوله انهم قربوا من الجزيرة في الوقت ده كانت بنت الرئيسة مسحت شوية البهية اللي على وشها وكانت بتتكلم مع ساكا وبتشجعها انه محارب قوي واماها كانت وقفة سمعاها وهي بتقوله يا بختك قدرت تطلع من قريتك انا هنا من صغري وعمري ما سبت الجزيرة ولسه السلوك هتلمس في بعضها بيسمعوا صوت جرس وبتقوله ان كده في حاجة غلط وكتارة بتسمع الصوت هيا كمان وبتجري وبتشوف سفينة الرئيس جاو وبترجع بسرعة الانجل وبتحاول تفوقه لكن هو كان في علم تاني وكيوشي كانت بتحاول تشجعه وتعرفه ان الكوة اللي جواه يقدر بيها على ملك النار وبرة كان جاو وصل للرئيسة وبيقولها انه سمع ان عندها ضيوف في الجزيرة قالت له ما حصلش احنا بقالنا كتير هنا ما استقبلناش ضيوف غيركم دلوقتي فبيقولها خلاص اسمحنا ندور بنفسنا ولما بيدخلوا بتغمز لبنتها عشان يبدأوا المعركة والدنيا بتخرب والكل بقى يضرب في بعضه بس ساكة كان عامل شغل عالي مع بنت الرئيسة وكان اول مرة يحس انه محارب بجد بس بيلوا عدد جيش جاو اكتر منهم وبيجروا بسرعة وبيستخبوا والرئيسة بتفضل تسأل ساكة فين الافاتار اللي قلت انه هيساعدنا وطبعا محدش عارف انه كان في درس خصوصي مع كيوشي كتارة بقى ملقيتش فايدة من انج فبالقرر انها تستخدم قوتها لما شافت الامير جاي من الناحية التانية وقدرت فعلا توقع شوية رجالة بس طبعا الامير مش هيسكت وكتارة خافت واستخبت وفضلت تفتكر امها واللي حصل فيها وبيروح لها الامير وبيقول لها انا حذرتك قبل كده مفيش حد بيعترد طريقي في نفس اللحظة كيوشي قالت لانج انا هوريك القوة اللي جواك تقدر تعمل بها ايه وهبا بتلبسه وبيلحق كتارة قبل ما الامير يدخلها الفرن وبعدها بيتروح لجاو اللي مش لقى حد يلمه وبحركة واحدة كانت مخلصة عن رجالة وجايبهم الارض واستخدمت المية والنار والهوى والارض في وقت واحد وجاو بيخاف وبيقوم رجالته يتراجعوا بسرعة والكل بيفرح برجوع الافطار لكن بيلاقوها بتتغير لانج وبيقع على الارض ولما بيفوق بيقول لهم انه هو السبب في كل اللي حصل وبيعتزل لهم وبيقول لهم انه هيمشي الرئيسة قالت له احنا مخسرناش حاجة بالعكس انت خلتنا نرجع نصك في نفسنا وفي قوتنا ورجعت لنا الامل تاني برجوع الافطار وكلهم بيحيوا وساكة بياخد البيت اللي هيموت عليها دي على جنب وبيقول لها ايه كان في حاجات كانت المفروض تحصل قبل ما جرز يرين فبتشكره وبتقوله انها بتتمنى ان يقعد اكتر من كده وهي اللي بتزرفه البوسة وبيتسيب المروحة بتاعتها معاها زكرة وبيركبه بقى عالطور بتاعهم وبيتيره بالليل بقى جاو بيقول للامير بتمنى ننسى اللي حصل ده عمه رده وقاله اكيد هننسى وقبل ما بيمشي زوجه بيقوله ما يعرفش حد باللي حصل عن الافطار يعني فبيتحك وبيحس ان الفرصة جات له لحد عنده وبيقوله اعتبره وحصل انا عارف ان الموضوع حساس بالنسبة للعالم كله ولو سمحت لي اننا نشتغل سوا اضمن لك انك هتلاقي الافطار الصغير بسرعة لسه هيتعصب عليه وهيرفض عمه لحقه وقاله انها فكرة حلوة وبيقولهم ان ولاقه هيكل الامير زوجه بس واول ما رجع بعت رسالة على طول في ثانية لثانية الملك النار باللي حصل وقال لنفسه بلا ولاق بلا هناء بقى انا اقول اكسب بنت عندي الملك وفعلا الرسالة بتوصل والملك بيفرح بابنه في الوقت ده كان فيه مجموعة من الناس اللي معترضين على زلم ملك النار وبيتفقوا انهم هيجموا على قصر الملك بس كان فيهم ناس خايفة وبتقول انهم مش هيعرفوا دخلوا القصر فبيشجعهم حمادة ده وبيعرفهم على واحدة شغالة في قصر الملك وبيقولهم انها زيهم بسبب الملك وظلمه خسرت حاجات كتير والبنت بتقول انها مستعدة خاطر بحياتها عشان تاخد حق اهلها منه وبتعرفهم المعاد اللي يقدروا يهجموا فيه على القصر وفعلا بيروحوا وبيقدروا يدخلوا جوه بس قبل ما يدخلوا قط الملك بيتفقوا بالنار وهي بتشتغل حواليهم وبيطلع ان ملك النار عمل لهم كمين وبيطلع لهم وهو بيتحك وبيقول لهم انت كنتوا فاكرين انكم هتقدروا تموتوني ولا كنتوا فاكرين ان السيدة سهلة ولا حاجة وبيتفقوا ان البنت اللي ساعدتهم يدخلوا القصر هي الاميرة ازولا بنت ملك النار وفي اقل من ثانية لثانية كان مخلص عليهم بعدها بيديها الرسالة اللي باعتها له جاو وبيقول لها ان اخوها زوكو لقى الافاتار فبتدهي ازولا جدا وكان بين عليها يا عزيزي انها بنت صفرة ما بتحبش اخوها وكانت عايزة تاكل الجوة عند ابوها وكانت عايزة تبقى هي الملكة مش اخوها اما كتارة كانت لسه بتتدرب بس كانت شجاعة وقوية جدا وكانت بتتعلم مع نفسها حاجة كتير ومملكة الارض واللي عزيزي اسمها قماشو وهم في طريقهم انج بيشوف متحكم وهو طاير وبيفرح ان في حد غيره ولما بيوصلوا هناك بيلاقوا حراس وقفين على البوابة وكانوا بيفتشوا اللي داخل واللي خارج وكمان ما كانوش بيدخلوا اي حد وبيشوفهم واحد كان داخل بيبيع حاجات في السوق وبيقول لهم ان شكلهم غريب وان الحراس مش هيردوا يدخلوهم بس كان عمال يسبه اللي كتارة ولما طلبت مساعدته وقالت له انهم لازم يدخلوا ضروري طبعا وافق ولبسهم لبس من معاه وفعلا قدروا يدخلوا المملكة واول ما انج شاف متحكم اللي هو هو بيتير جري بسرعة عليه بس بيلاقيه ولد صغير وقاعد على العربية صغيرة والعربية بتقدر تتير وفجأة بيحصل انفجار كبير وانج بيفضل يطف النار وكمان كتارة بتساعده وبيقدروا ينقزوا شوية من الناس وبييجي ابو الولد وبيشكرهم انهم انقزوه وبيقول لهم تايو ان متحكمين النار في كل مكان وانهم هم الورا اللي حصل وبيكون فرحان ان انج متحكم هاوة وبيقولوا انه يقدر يحارب متحكمين النار ولما بيدخل ساكا بيتفاجئ من المكان والعدة اللي كانت فيه وبيعرف ان ابو تايو يبقى الميكانيكي في مملكة قماشو بس بيضطروا يمشوا وده عشان انج يتواصل مع افاتار قماشو السابق ولما تلعوا برة شاف الناس المصابين وبيقفوا هو متدايق وحزين وبيقرر انه يفضل في مملكة قماشو عشان يساعد الناس دي وبيرجع تاني لتايو وابو وبيعرفهم انه هو الافاتار وانه مش هيمشي من قماشو وهيساعدهم عشان يخلصوا من اي متحكمين النار وتايو وابو كانوا مصدمين من كلام انج وتايو بيقولوا انا تقريبا كده عارف المكان اللي بيتجمعوا فيه متحكمين النار بس الصراعة مش متأكد وعشان كده هروح معك بكرة ونتأكد فبيقول لابو انه المفروض يساعده في المنطاد اللي المفروض يعمله قبل ما يعرضه على الجنرال فبيرد عليه الساكة وقال له انه هو هيقدر يساعده في المنطاد الناحية التانية جاوا بيقول للامير زوكو انه جالوا معلومات ان الافاتار في مملكة قماشو زوكو قالوا انه قماشو دي عدو ليهم وانهم مش هيدروا يدخلوا جاوا قالوا ما تقلاش من الحوار ده واعتبروا خلصان وبيعرفوا انه هيبعت اتنين من رجالته عشان يتأكدوا من الخبر الاول لكن زوكو بيتدايق وبيقولوا انه هو وعمه اللي هيروحه جاوا قالوا انت حر بس خليك عارف انكم لو تقفشتوا هناك مش هنقدر نساعدكم كتارة كانت وقفة بتتدرب مع نفسها وبالصدفة بتشوف ابو تيو وهو بيتسحب وبتتفاجئ انه خاين وشغال مع متحكمين النار وكمان عرفهم ان الافاتار هو انج وانه موجود فعلا فوق ماشه ولسه كانت هتطلع لهم بيتلاقي حد بيشدها وبيطلع حودة اللي كان بيبس بس لها وبياخدها وبيمشي وراء الجسوس اللي من المتحكمين النار وبيفضلوا يرقبوه لحد ما بيوصلوا لغابة وبيتفاجوا انه واخد باله منهم وبيقول لهم انه مش جاي لوحده لكن حودة بيقول لكتارة ما تخفيش انا احميكي وبيطلع سيفه وبيوريها مهاراته وبتتفاجئ كتارة ان حودة تلع محارب محترف وبيتقرر ان هي كمان تساعده بس لما لقوا نفسهم انهم هيدخلوا الفرن هم كمان بيصفر حودة لاصحابه وهب بيطلع واحد هجمة كده وبيضربهم وبقى اصحابه بيقدروا انهم يساعدهم ويخلصوا عليهم كتارة ما كانتش فهمه هم مين وعايزين ايه فبيقول لها تروح معاه وهيفهمها كل حاجة وبياخدها على المكان اللي عايشين فيه وبيقول لها انهم قدروا يستخبهم المتحكمين النار وان كل الناس اللي في المكان ده فقدوا اهاليهم بسبب ملك النار وبيحكي لها ان مملكة قماشو ما بقيتش امان زي زمان وده لان الملك بتاعها كبر وخرف حبتين والفساد انتشر ومتحكمين النار بقوا يقدروا يتسللوا ويدخلوا قماشو وعشان كده هم بيستضهم وبيخلصوا عليهم فبتفرح كتارة ان لسه في حد بيحارب متحكمين النار الناحية التانية كان انجي وتيو وصلوا للمكان اللي قالوا عليه وبيلاقوا هناك مادة خضرة كده وبيقولوا تيو ان المادة دي بتسبب انفجارات كبيرة وانها قوية جدا وممكن تنسي في المملكة وبيتصدم انجي من كلام تيو وكمان بيلاقي هدوم من الهدوم اللي حودة لبسها لهم هما داخلين فبيشك ان حودة هو اللي ورا اللي حصل كله اما ازولا مغل دي كتبت رسالة الجاو وقالت له انها هتبقى في ظهره وانها هتحميه بس بشرط انه يعرفها بكل كبيرة وصغيرة بتحصل مع اخوها فبيفرح جاو جدا وبيعمر مساعده انه يخليه يجيب له الضبط اللي شغال مع الامير زوكو انجي بقى بياخد البرميل وبيروح لساكة وبيعرفه النحوضة ورا الانفجار بس في نفس الوقت بتدخل عليهم كتارة وبتكذبوا وبتقوله انها شفت بعينها ابو تيو مع جوسيس النار يعني هو اللي خاين وبتعرفه ان حوضة وات طيب وغلبان وانه بيحارب متحكمين النار ولما سكت خانق معاها قالت له انها هتثبت له ان كلامها هو الصح ان حوضة مش هو اللي ورا اللي حصل ولما طلعت تكلم حوضة قال لها انهم بينفزوا مهمة دلوقتي وبيقول لها انهم هيخلصوا من ابو تيو وده يعني عشان تلع خاين فبتدهي الكتارة وبتقوله روى كده واستهدى بالله ابو تيو مين اللي تموته انت كده بتأتي الناس بريئة وبيتسيبه وبتروح تقول لساكا وانج اني تلع معهم حق وبتعرفهم بخطة حوضة وصحابه ولما بيطلع عشان ينكزوا ابو تيو بيقابلهم الامير زوكو فبيقول لهم انجي سيبهول انا بقى وروحون تلحقوا ابو تيو والتنين يا عزيزي بيتخنوا مع بعض بس انجي ما كانش محصر ربع افاتار حتى الوقت متعرفش بش عايز يضرب حد ولا هو المخرج قال له دفع عن نفسك بس المهم الامير زوكو كان نازل فيه طاح وبيفضل يجري منه في السوق وقال ابو الدنيا وكتاره وساكا بيوصلوا عند ابو تيو وكان خلاص داخل على الملك وكتاره بتقدر تلحقه قبل ما الشنطة اللي معا تنفجر اما الامير كان ولع في بضاعة كتير وانجي بيفضل يطف فيهم لكن الحراس بيروحوا لهم وعمه بيقولوا يهرب هو بسرعة وبيسلم نفسه للحراس وبيعمل انه هو للسبب الفوضى دي كلها وكمان بيبضوا على انج ساكا وكتاره بيواجهوا ابو تيو واتيو بيعرف انه خاين وبيفضل يبرر له موقفه بانه بيساعد متحكمين النار عشان خايف منهم وانه ده الحل الوحيد اللي هيخليهم عايشين في امان وساكا وكتاره بيطلبوا منهم المساعدة عشان يعني يقدروا يدخلوا المكان اللي حبسين فيه انج لكن ابو تيو قال لهم ان الموضوع مش سهل زي ما انتوا فاكرين والسجن اللي هو فيه ده تحت الارض وصعب اي حد يوصله بس بيرد تيو بيقول انهم ممكن يوصلوله من الالفاء اللي موجودة في الوقت ده كان الامير زوكو قدر يضرب حرس من الحراس واخد اللبس بتاعه عشان يدخل لعمه والحراس بيوصله انجل الملك بتاعه والحرس بيقوله انه متحكم هوا وقبضنا عليه وهو في السوق وكان خارب الدنيا فبيقوم الملك وهو متنرفز ولما بيقرب عليه بيتحك له وبيقوله تشب شاي بالياسمين وبيزعق في الحرس بتاعه وبيقوله انت غلطان ده مش متحكم هوا وبس ده الافاتار المنتظر ده اللي هينجز العالم كله وده اللي هيقدر على ملك النار ولما بيتحك بالصوت عالي انجي بيفتكره وبيطلع يا عزيزي ان ده صاحبه بومي وانهم كانوا صحاب جدا وهم صغيرين بس طبعا انجيك منه تجمد مئة سنة فما كبيرش وصاحبه بقى كحكوح وعجز على الاخر وبياخده وبيعمله وانيمة كبيرة وانجي بيقوله يسيبه يمشي عشان يساعد الناس لكن الملك بيقوله انت كنت نايم في العسل ومستقن يسعى الاخر وقت ما متحكمين النار واللعوا الدنيا كلها وخلصوا على كل المتحكمين الهوى وحربوا العالم كله عشان يسيطروا عليهم انت ما تعرفش حاجة عن اللي حصل انت اه عمرك اكتر من مئة سنة بس انت ما عشتش المئة سنة وخصوصا المية اللي عده دول بالزال انجي قاله مستحيل اصدق انك تفقد الامل كده مش انت بومي بتاع زمان فبيتدايق وبيقوله انه هيقبل التحدي المهم في نفس الوقت كان ساقة وكتارة في طريقهم للنفق وبيقابلوا مجموعة من الناس مقبرين دماغهم من الدنيا واللي بيحصل فيها والمعلمين كانوا بيرقسوا وبيغنوا وكمان بيشاوروا الساقة عشان يرقس معاهم والساقة بيسمع الكلام على طول هو لما بيصدق وكمان كان فرحان معاهم بس بيرجع في كلامه وبيفتكر انه محارب ولما سألوهم انتوا جايين هنا ليه قالوا له انهم بيدوروا على النافق فبيقوله ما انصحكش اللي بيدخلوا النافق ده ما بيطلعش منه كتارة قالت له انهم ما عندهمش خيار تاني ولازم ينقصوا صاحبهم فبيقولهم اس كان كده يبقى ماشي بس قبل ما تدخلوا لازم تعرفوا حكاية النافق ده وبيحكالوا ما انقصة ملهاش اي ستين لازمة يا عزيزي المهم يعني عشان يقدروا يعدوا النافق لازم يبقى فيه في البوم حب البعض اما عم حزون بول كان في طريقه السجن تاني وكان عارف ان ابنه قوم مش هيتخلى عنه وبيساب له دليل في المكان عشان يعرف زوكه الطريق اللي مش منه والملك بومي المطارتاش كان بيدرب انج بس بطريقته وبيعمل له اختبارات صعبة جدا عشان يعرفوا ان مهمة الافاتار مش سهلة فعلا زوكه بيشوف الدليل اللي عمه سابهوله وبيكمل في طريقه عشان ينقزه وساكه وكتارة كانوا في النفق وما كانوش عارفين منين بيود على فين والجنرال اللي مع عم زوكه ما كانش طيقه وده يا عزيزي متحكمين النار قتلوا اخوه ومن ساعته وهو بيقرأ اي حد متحكم في النار عم حزون بول قاله انه وقتها كان جندي وبينفذ الاوامر لكن الجنرال بيتدايق وبيضربه بالقلم فبيتعصب عم زوكه وبيقوله الحرب بتدفعنا للحافة وفي ناس ما بيستحملوش اللي بيشوفوه يعني من الاخر كده هو اخوه يلف رفير فبيتعصب وبيرفع عليه صخرة كبيرة لكن بيلحقوه صحابه وبيهدوه وعم حزون بول بيفتكر يوم مت ابنه وبنعرف انه مات في الحرب ومن وقتها وزوكه جنبه ما بيسيبهوش في الوقت ده ساكه وكتارة كانوا لسه تايهين وبيعرفوا ان الانفاق بتتغير كل شوية وفجأة بيظهر لهم وحش ضخم وكانوا واقفين ومرعوبين وبيفضلوا يجروا وهم مش عارفين رايحين على فين لحد ما بيلقوا ان نفاق تسد عليهم والوحش بيفضل يقرب عليهم فبيعتذر الساكة لكتارة وبيقولها انه مش هيقدر يحميها وكتارة كمان بتعتذر له واللي اتنين بيمسكوا ايد بعضه وبيستسلموا لكن بيلقوا ان الوحش بقى هادي وكتارة بتعرف انه اصلا اعمى وانه بيهدى لما بيشم ريحة الحب وانه حس النوم خايفين على بعض بجد وكمان بيرشدهم للطريق اللي يطلحهم من نفاق اما زوكو بقى بيوصل لعمو وبيحارب الحراس اللي كانوا معاه وبسرعة بيفك عمو وبيحاربوا هما الاتنين ساوا بس عمو مرضاش موت الجنرال اللي ضربوا ولما قالوا عملها وريحني من الدنيا قالوا لا احنا الاتنين شفنا اللي كافينا وزيادة من الحرب دي ويسابوا ومشي بس الجنرال ماسكيتش وضربوا في داره وزوكو بيضربوا وبياخد عمو وبيمشوا اما المطارتاش ده بقى بيقلع هدومه وبيقول لانج يحاربوا لحد ما فيهم حد يموت وكان بيعمل كده عشان يقويه ويدربه وبيفضل يضرب فيه وانج عمال يصد وما كانش عايش زيضرب الملك بومي وبومي كان مصامم ان انج يحاربه وبيقوله ان المفروض ما يعتمدش على اي حد حتى صحابه وبينزل عليه صخرة كبيرة وبعدها بينزل واحدة فوقيه وانجي بيحاول يمسك الصخرتين وبيقول لبومي ان دي مش لعبة انا مش هتحرك من مكاني سيبها تقع علي انت لازم تاخد قرارات مستحيلة عشان انت الافاتار هيقبلك مواقف كتير ولازم تتعلم انك تاخد القرار الصعب لكن انجي بيرفض كلامه وبيقوله ان استحال يضحي بيه بس في الوقت ده بيدخلوا عليهم سكة وكتارة وكتارة بتعمل شوية تلج في الارض والسكة بيجري وبيزحلق وبينقذ الملك بس بيقوم الملك وهو متعصب وبيفضل يقوله انت غشاش لكن انجي قاله انت غلطان مش لازم ابقى افاتار يعتمد على نفسه بس احنا فريق ودول صحابي ونيقدر نعتمد على بعض وبيطلع له الحجر اللي ادهوله هو صغير وبيدهوله وبيقوله انه بيطلب منه المساعدة منه والملك اخيرا بيكتنع بكلامه بعد شوية بيعرف ان المتحكمين النار في طريقهم على المملكة انجي قاله انه هيفضل معاهم عشان يسعدهم لكن الملك بيرفض وبيعرفه انهم مستعدين للهجوم وبيتفاجئوا انه ابو تايو رجع عن اللي كان بيعمله وبقى يساعد وماشه وبيقرر انجي انه يكمل فطريه وهو وصحابه وزوكو وعمو كانوا راجعين للسفينة بتاعتهم وبيفتكر زوكو يوم ابو نفا وبيفتكر كمان عمو لما صمم ان يروح معاه وده يا عزيزي يعني عشان يزبطوا انه قد ايه زوكو وعمو بيحبوا بعض تاني يوم انجي وساكة وكتارة بيقابلوا مجموعة من المتحكمين النار وبيفضلوا يحاربوا فيهم لحد ما بيقدروا يهربوا منهم وبعدها بيوصلوا المكان تاني في الغابة وبيلقوها محروقة ومتضمرة بسوا المتحكمين النار فبيتدايق انجي وبيقول ان كل اللي حصل ده بسببه وبيلوم نفسه انه ميشي وسابهم زمان من مئة سنة لكن كتارة بتفضل تشجعه وبتقوله ينسى الماضي ويركز على المستقبل وبتقوله انه هيبني اللي جاي وهيرجع السلام للعالم من تاني وساكة بيشوف بنت صغيرة في الغابة ولما بيجروا وراها بيلاقوا مجموعة كبيرة من الناس وكانوا خايفين من متحكمين النار وده برضو بسبب اللي عملوا فيهم وبيحكيلوا انهم حرقوا الغابة وكانوا بيحرقوا كل اللي قدامهم وده عشان يوصلوا للجبل وان بعد الحريق الارض بازت والمحاصيل كلها دبلت وان من وقتها وهم مش لاقيين يأكلوا وبيعرفوا ان ابنه رحمع مجموعة شباب الغابة عشان يدوروا على الأكل وانهم ما رجعوش تاني لحد دلوقتي في الوقت دا الزوكو وعم حزونبل كانوا وصلوا السفينة والزابة كان متضايق من زوكو من طريقته معاهم وكان خلاص بدأ يزهق منه هو والفريق بتاعه وكان شايف ان زوكو ما بيقدرش حد فيهم وانهم بقى لهم ثلاث سنين بعيد عن أهلهم بسببه أما أزولا كانت بتحاول تكنع ابوها ان اللي لقى الأفطار هو جاو بس ابوها بيدهلها في الشهة وبيقول لها ان ابن الوريس هو اللي لقى الأفطار مش جاو وعزولا بتسمع الكلام ودنها بطلع دخان أما أنجي بقى قرر يروح مع فريقه عشان يدوره على الشباب اللي اختفوا في الغابة وبيوصلوا المكان فيه تمثيل لدببة كده وأنجي بيقول لهم ان التمثال دا يبقى ضريح روح الغابة وبسبب الحريقة اللي حصلت في الغابة روح الغابة غضبت ومن وقتها هو ناس كتير تاهت في الغابة وما رجعتش وبيقرر أنجي انه يتواصل مع روح الغابة وبيقعدوا بيحاول ان يتواصل معاه لكن لحد ما الليل ليل عليهم وهو ما كانش لسه يدر يتواصل معاه لحد ما فجأة كتارة بيتشوف أنجو كان لونه أزرق وبتفهم انه كده يدر يتواصل مع الروح لكن بيتفجأوا ان هي وساكا دخلوا معاه في عالم الأرواح في الوقت دا كان زوكو وعمه بيدوروا على الأفطار وبيتفجأوا بواحدة ركبة على كائن مخيف كده وكانت بتدرب واحد من الناس وبيعرفوا انها صيادة محترفة وبيقرر عمه ان يطلب منها المساعد عشان تجيب لهم الأفطار أما المعلم أنج بيلاقي نفسه سمع صوت بيكلمه وكان هو الوحيد اللي قادر يسمع الصوت ده وساكا وكتارة بيشوفوا بومة كبيرة قدامهم والبومة دي هي اللي كانت بتكلم أنج بس هم ما كانوش سمعين كلامها أو ما كانوش فاهمين ان الصوت اللي بتطلعوا ده الكلام وأنج فاهمه وبتقوله ان ساكا وكتارة في خطر وإن المخلوقات اللي في الغابة مش هتسيبهم غير لما تأخد أرواحهم فبيقول لها أنج احنا كل اللي عايزينه إننا نلاقي الناس اللي اختفوا في الغابة فبيتقوله يبقى ما فيش غير واحد بس اللي هيقدر يساعدك وده شخص عايش في كوخ حجري مش بعيد أو عن الغابة تابعوا المسار وانتوا هتوصلوا فأنج بيقول لها طب انت تقصدي ايه بالخطر اللي صحابي فيه قالت له ان في مخلوقات في الغابة عارفين حقايق البشر والحقايق دي البشر ما بتبقاش مستعدة إنها توجهها وبتسيبهم وبتطير ولما بيكملوا طريقهم بيقابلوا وحش كبير وبيخافوا وبيجروا منه لكن كل واحد بيفترق عن التاني وما كانوش قادرين يستخدموا القوة بتاعتهم والوحش بيدرب ساقة وبيطياروا بعيد وبيقوم ساقة على صوت تعلب بيكلموا وبيقولوا إن الوحش اللي قابلهم ده بيتقلم وبتقولوا إن الألم ممكن يحاول الإنسان لوحشه مفترس وبتقولوا ياخد باله من نفسه وبتسيبوا وبتمشي وكتارة بيتلاقي نفسها في ذكرى من ذكرياتها المؤلمة اللي هي يوموت أمها وبتفتكر اللي حصل لما هجم عليهم متحكمين النار وكانوا بيقتلوا أي متحكم مية وأم كتارة خافت عليها وخبتها بس لما دخل عليها متحكم النار كتارة خافت على أمها وحاولت تستخدم قوتها عشان تساعدها بس للأسف ما بتقدرش ولما بياخد باله إن في حد في المكان متحكم مية أم كتارة ضحب بنفسها وقالت إنها هي اللي بتتحكم في المية فبييجم عليها وبيموتها وكتارة بتحس بالزنبل إنها كانت سبب في موت أمها أما المعلم ساكة بيفتكر ذكرى لابوه وقتها سمعه هو بيقول عليه إن ساقة ما بيقدرش يتحمل المسئولية وما بيقدرش يحمل الناس ومن وقتها وساقة ما بقاش عنده سكة في نفسه أما بالنسبة للأنج بيشوف مملكة الهوى اللي كان عايش فيها بس بيقول لنفسه إن ده مش حقيقي وبيظهر له كائن مخيف وبيقول لقين حد قدر يقاوم وبيعرفه إن قدر يتمكن من سكة وكتارة وكل الشباب اللي دخلوا الغابة وبيقوله إن الأفاتار اللي قابله كان فيهم واحد عايز يقتله وإنه سرق منه حاجة مهمة وده عشان الوحش ده قتل شخص مهم عند الأفاتار أنجة قال له أنا مش فهم حاجة ولا عرف اللي انت بتقوله ده أنا كل اللي عايزه إن ننقذ أصحابي فبيضحك وبيقوله ده عنده موتيتي ما حدش هيقدر يأكل أكل مني وبيخاف أنجة وبيجري بسرعة لحد ما بيوصل لكوخ اللي البومة قالتله عليه ولما بيدخل بيلاقي جهازته في الأول افتكر إنه مش حقيقي وإنها ذكرى مؤلمة لكن بيتأكد إنه فعلا جهازته المعلم بتاعه وبيجري عليه بسرعة وبيحضنه وبيفضل يعتزله إنه ما كانش موجود وقت ما متحكمين النار هاجموا عليهم فبيقوله إنه ده القدر عشان لو كان موجود كان زمنه ميت معاهم وبيقوله إن الوحش اللي قابله أخد أصحابه للعريم بتاعه وإنه لازم يلحاهم قبل ما ياخد أرواحهم وبيعرفوا إنه يتواصل مع متحكم النار اللي كان أفتار ويعرف منه ما كان الحاجة اللي سرعها من الوحش وإنه ياخدها ويرجعها مقبل أرواح أصحابه وباقي الشباب وبيطلع أنجة من التواصل وبيكرر إنه يروح مملكة النار وده عشان يتواصل مع الأفتار أما زوجه بيلقوا سفين تغيرت مصارها فبيزع في الملازم وبيقوله مين سمح لك تغير المصار الملازم كان خلاص جاب أخره ألا بعدين وقاله إنه أخد أوامر جديدة من جاو فبيتصدم زوجه وبيقوله ده اللي هو إزاي يعني معلش جاو قاله إنه هو زي من مطاردة طم وجير اللي هو عايش فيها ديه وإنه هيعمل خطة جديدة زوجه قاله وإنت مين عشان تحط أوامر على سفين تيه قاله إنه هو الأميرال وإنه عنده أوامر من الملك إنه هو اللي يتصرف في طريقته ويوبط على الأفتار والأمير بيتصدم وبيحس إنه ملوش أي ستين لازمة حتى رجالته تخلوا عنه وبيتدهي وبيطلع برة وعمه بيسأل الملازم إزاي تعمل كده فبيقوله إن زوجه مقدرش حد فيهم وإنه بيعملهم معاملة سيئة جدا فبيقرب عليه وبيقوله إن زوجه عانى كتير في حياته وإن المفروض ولقه يبقى لزوجه مش لجاو وبيسابهم وبيطلع هو كمان وأنجي بيكون وسل لمملكة النار وبيقابل مجموعة من المتحكمين النار وبكل بساطة وبراءة بيقولهم إنه هو الأفتار فبيهجموا عليه وبيفضلوا يحربوه بس بيقدر إنه هو يضربهم ويجري لكن بيشدوا واحد من المتحكمين النار وبيقوله إنه هيساعدوا عشان يخلص من زول مملك النار ده وبيدخله عند ضريح الأفتار وقاله إنه هيعطل المتحكمين عقبال ما يخلص وفعلا بيطلع لهم أنجي بيتواصل مع الأفتار وبيعرف منه إنه سرق تمثال من الوحش اللي حابس أرواح أصحابه وبيقوله إنه التمثال ده يبقى ضريح أم الوحش وبيطلع من التواصل وبياخد التمثال ولما بيخرج برة بيلاقي كل متحكمين النار وأعينه متخدرين الله بقى وبيتفاجئ إن الصيادة هي اللي عملت فيهم كده وهب راحت مخدرها هو كمان وأخدته وفعلا بتسلمه للأمير وعمه وطبعا مقابل فلوس وهم راجعين بيه بيقوله أنجل إنه يسيبه ويرجع لصحابه وبعدين يبقى يقبض عليه لكن الأمير كان حزين من اللي عمله فيه أبوه الملازم وبيكمل في طريقه وهو ساكت وما بيردش عليك بس بيتفاجئ بجاو وكم عارق جلته وبيأمره إنه يسلم لهم الأفتار وبيهدده إنه ممكن يهزيه وإنه معاه أوامر من الملك إنه يتصرف على مزاجه فبيضطر زوكه إنه يسلم الأفتار وقبل ما بيمشي جاو بيعرف زوكه بالمكان اللي يستريحه فيه قبل ما يسلمه الأفتار للملك وزوكه بيتدايق وكان عايز يروح وراه بس عمه بيمنعه وبيقوله إن المكان ده صعب حد يدخله وإنه جيوش كتير حاولت زمان تدخله ومعرفتش بس زوكه ما بيهمتش وبالليل بيقدر إنه يتسحب ويستخبف عربية دخل المكان وبيدخل على جوه وبيضرب الحراس وبعدها بيجري يفك أنج وأنج ما كانش عارف هو مين ولا هيخذه على فين وجو بيتفاجئ إن الحراس مضربين وإن أنج مش موجود والدنيا بتتألف في المكان وبيقمر رجالته يدوره عليه وبيشوفه مع الكبري وهم بيحاولوا يهرابه فبيحاولوا يمسكوهم لكن أنج والأمير بيضربوهم وأخيرا أنج بنشوف له حركة حسسنا إنه هو أفتار بس قبل ما بيهربوا بيقدروا يحصروهم فبيكرر زوكه إن يمسك أنج ويهدد جو بيه وطبعا جو كان عايز يسلم الأفتار وهو عايش وبيسيبهم يمشو ولما بيطلعوا بره بيقمر جو القطة دي إنها تظرفه سهم وفعلا بتقدر تسيبه وقبل ما تخلص عليه بيعمل أنج خبار كتير وما بتشوفش أي حاجة وأنج بيعرف إن اللي أنقاذه هو الأمير وبيكرر إن ياخده ويهرب بسرعة وأخده واستخبه في مكان وسط الغابة ولما بيفوق بيفضل أنج يتكلم معاه في الأول كان رفض يتكلم معاه بس بعدها رد عليه وبيقوله إنه لازم يقبض عليه عشان يبقى هو الوريس بعد أبوه وبيفتكر أبوه زمان وكان دايما شايفه فاشل ومش قد المسؤولية ولما تضرب معاه مرضاش ذوكه يضرب أبوه بس الملك كان جاهد وما كانش هامه ذوكه وبيضربه هو وبيقوله كان لازم تضربني لما جات لك الفرصة وكمان بيضربه تاني وبيعلم عليه وبيقوله إن العلمة دي عشان يفتكر إنه لازم يبقى قاسي المهم لما بنرجع لأرض الواقع بيفوق ذوكه وبيلاقي نفسه في قرب في البحر وبيقوله أنج إنه لازم ينقذ صحابه وبيزوقه زقة حلوة عشان يرجع لسفنته وعلى السفينة عم حزنبل بيقول للملازم أنتوا عايشين بسبب زوكه وإن زوكه قلبه طيب وحنين بس اللي شافه من أبوه وغيره وبيحكي له إنه زمان الملك كان هيضحي به هو وفريق كله في مهمة من مهماته ووقتها زوكه اعترض على كلام أبوه وأبوه ساعتها عقبه وعلم على عينه عشان يبقى عبرة وكمان ماسكتش على كده ده كمان نفمن المملكة وقال له مايرجعش غير لما يلاقي الأفطار وبيعرفه إن الملك أمر زوكه إنه ياخد مع الفريق اللي دفع عنهم والفريق ده يا عزيزي هو الملازم وفريقه فبيتدايق الملازم وبيندم على اللي عمله ولما بيرجع زوكه بيعتزله وبيقوله إنه ولقه هيبقى ليه وبيقفوا كلهم يحيوه في الوقت ده كان وسل أنجل ضريح روح الغابة وبيقدر يدخل لعالم الأرواح تاني وبيرجع للوحش التمثال اللي كان عايزه وده في مقابل إنه حرر أرواح صحابه وكل الشباب اللي تعهوا في الغابة قبل كده تاني يوم بيجي الملازم وبيقول لزوكه وعمه إنه كان قاعد مع مساعد جوه في الحانة والسمع وهو بيتكلم مع واحد تاني وبيعرفه إن الملك أمر بالقبض على زوكه واتهمه بالخيانة وتهمة الخيانة دي هي الموت فبيخاف عم حزنبل على زوكه وزوكه يعيني ما كانش فهم ليه أبو بيعمل في كده ده لو ابن حرام برضه مش هيعمل في كده وعمه بيقرر إنه يهربوا بسرعة قبل ما يوصلوا ويقبضوا عليه وفعلا بينزلوا في قرب صغير عشان يبعد عن السفينة لكن زوكه بيلحظ في القرب نفس المادة الخضرة اللي بتنفجر وبيفهم إنها لعبة ملعوبة عليه وفجأة القرب بينفجر بيه وعم حزنبل والملازم بيشوفوا القرب وهو بيولع وكانوا زعلانين جدا عليه أما أنجو وفريقه كانوا في طريقهم لمملكة المية ولما بيوصلوا بيرحبوا بيهم أهل المملكة وكانوا فرحانين بالأفاتار اللي يخلصهم من ملك النار وساكا من ساعة ما شاف الأميرة وهو ما نزلش عينه من عليها وتقريبا أي مملكة بيروحها بلاها أي حد فيها ما بينزلش عينه برضه وبيقول لأخته إن الأميرة فيها حاجة حلوة حاجة حلوة جدا أما جاو بيمثل إنه زعلانه متضايق على موت زوجه وبيقول لعمه إنه مش هيسكت غلما يعرف من العمل كده كترة كانت مبسوطة إنها وسط الناس اللي زيها وبيرحب بيها المعلم ده وبيقول لها إنه مبسوط بيها وبمهاراتها وساكا بيتشجع وبيقوم يتكلم مع الأميرة وبيشوف العلامة اللي على شعرها وكان مستغرب وبيقول لنفسه إنه متأكد إنه شافها قبل كده أما أنج بيعرف المعلمين إنه جاي عشان يتوصل مع دريح الأفاتار وده يعني عشان يطلب منهم المساعدة وبيتفاجئوا إن أنج لسه بيتعلم إزاي بأفاتار وما كانوش عارفين يتصرفه إزاي مع متحكمين النار اللي كانوا عارفين إنهم في طريقهم ليهم وكانوا فاكرين إن الأفاتار الجبار هيخلصهم من كل متحكمين النار وكتارة بتدخل لمعلمة عشان تعلمها شوية حاجات وبتتفاجئ إنها عندها القدرة إنها هتشفى الجروح وبتعلم كتارة وكتارة كانت زكية جدا وكان بتتعلم بسرعة ولما قالت لها إنها عايزة تتعلم القتال قالت لها المعلمة إن في قاعدة عندهم إن الستات ما يقتلوش وإن آخرهم يشفوا الناس بس فبتدهايك كتارة وبتقول إنها مش جاية عشان قطر تبقى ممرضة وإنها لازم تحارب مع الأفاتار وبتسيبها وبتمشي في الوقت ده كان أنج تواصل مع الأفاتار بس الأفاتار كان ميقوس من حياته وده من بعد ما حبيبته ماتت وبيعرف أنج إنه لازم يكمل الطريق لوحده من غير صحابه وإنهم لو فضلوا معاه مش هيقدر ياخدوا القرارات الصح وإنه هيفضل مشتت لحد ما يموت في الوقت ده كانت الأميرة وقفة جنبه وبيدخل عليها ساكة وكان عايز أنج بس لما بيلاقي مش فاضي بيكرر يمشي لكن الأميرة بتقول له جملة سمحها قبل كده من التعلب اللي قبله في عالم الأرواح وبيعرف أن التعلب ده هي الأميرة وبيتفاجئ إنها بتقدر تدخل عالم الأرواح وبتحكي له إنها كانت مريدة وبتموت وهي صغيرة فاتطر بها إنه يستعين بقوة روح الأمر وده يعني عشان ينقذها وتقدر تعيش وفعلا روح الأمر إدتها جزء من روحها وبتقول له إنها خفت وبقت زي الفل وإن من ساعتها وشعرها تحول للون الأبيض وبقى عندها القدرة إنها تدخل عالم الأرواح وتساعد الناس اللي بيتوه هناك تتارى بقى بيتروح للمعلم الأقرع ده وبتقول له إن الكواعد دي مش جاي على هواها وإنها جاية تتعلم الكتال وإنها برضو حربة متحكمين نور قبل كده بس المعلم كان مصمم إن الستات دي آخرهم يغسلوا الموعين يعالجوا المصابين وإنهم مش أخوياء عشان يحاربوا وبعد ما مشي بيروح لها أنج فبتقول له هي متضايقة على الكلام اللي المعلم قاله لها أنجي كان متأثر بكلام أفطار المية وبيقول لها إن المعلم عنده حق وقال لها كماني للمعركة اللي هتحصل دي غير أي معركة هتشوفيها وإن الأحسن إنها ما تقتلش وتسمع الكلام وإنه خايف يخسرها هي أو ساقة وبيسيبها وبيمشي وعلى السفينة جاو بيقول للجنرال إنه مع السلح مش مع أي حد وإنه ضمن إنه هيكسب الحرب بالسلح ده الجنرال قال له أنت بتحلم وتحكمين المية مش جبناء زي ما أنت فاكر دول أقوياء جدا ومحدش قدر عليهم قبل كده واللي استخفاف بيهم هيعمل كارثة جاو قال إنه مجهز كل حاجة وإن الأسطول معاه أسلحة جديدة بتفرتك الدنيا ده غير سلاح القدر وبيورله صندوق عليه شعار المية وبيقوله إن القدر جنبهم في الحرب والجنرال بياخد الكلام وبينقل لزوكه وكان مستخبع السفينة ومحدش عارف إنه لسه عايش غير عامه وبيتعصب زوكه وبيقوله إنه هو اللي هيقبط على الأفاتار وهيسلمه لأبوه وبكده هيقدر يرجع حقه الشرع في نفس الوقت كان الملك بيعمل تحدي الأزولة لكن بترفض وبتقوله إنها زيئت من التحديات دي وإنها عارفة نفسها كويس ومش محتاجة التحدي ده عشان تثبت إنها قوية فبيتدايق الملك وبيقولها أنت زيئت تجراي وتقولي لي كده أزولة بتتعصب وبتستخدم قوتها قدام أبوها الملك وبيتفاجئ إنها قوية وبيتطلع من يديها الكهربا وبتقوله ارتاحتي كده وتبطيت خلاص عرفت إن قوية حررني بقى وخلينا أثبت لك قوية هتعمل إيه بره والملك كان فرحان بيها وفي الشمال ساكة بيروح لكتارة وبيقولها إن المعلم ده ما بفهمش ودمغ ناشفة وإنها كان عندها حق لما قالت له إنهم لازم يقفوا مع الأفاتار ويساعدوا ينقذ العالم وبيقولها طلعي للمعلم اللقرع ده ووري له النقوية وبتفرح كتارة وبتتشجع بكلام ساكة وبتقول إنه أكيد أقوى منها وهيزمها لكنها هتقدر تثبت له إن البنات أقوية ويقدروا يحاربه وبتطلع وبتقوله إنها عايزة يختبرها لكن المعلم ما بيوفقش وبيقول لها إن دي كواعد وعمره ما هيكسرها وأول ما دها دهره بتزرفه شوية مية في قرعته فبيتدهي وبيدخل معها في تحدي وبتفضل كتارة تحاربه وتوري له إنها قوية والكل بيكون واقف بيتفرق عليهم وكانوا متفاجئين من قوة كتارة لكن المعلم بيقدر يغلبها ويحبسها في التلج وبعد ما خلصوا التحدي بيقولوا لها إنها قوية ومتحكمة مية ممتازة لكن برضو هو لسه عند رأيه ومش هيكسر الكواعد وكل متحكمين المية جريوا عليها وكانوا فرحانين بيها وكانوا عايزينها تعلمهم الحركات اللي كانت بتعملها وهي بتفرح وبتحس إنها انتصرت وبيتروح هي وصاقة وبيتكلموا مع أنج وبيقولوا له إنهم هيفضلوا جنبه وهايساعدوه أفاتار قالوا له إنه لازم يبقى لوحده فبتقولوا الكتارة إن ده كان زمان في الماضي لكن المستقبل مختلف وإنت تقدر تبني مستقبل جديد وهتبقى أسطورة فبيكتنع أنج بكلامهم وبيعرفوا إن المتحكمين النار وصلوا وبسرعة ساكة بيعمل خطة مع أنج وكتارة وبيتيروا على ظهر التور ناحية السفينة وأنج وكتارة بينزلوا بسرعة على السفينة وبيحاربوا متحكمين النار كان بيرقبلهم الجو من فوق وأول ما بيلاقضت الكيادة فضيت بينزل هو كمان وبيدخل يكسر فيها وبيعطلهم السفينة وبعد ما خلصوا المهمة بيتيروا وبيركبوا على ظهر التور واللي بالمناسبة اسمه آبا وكانوا فرحانين إن خطة ساكة نكحت وبيكرروا يعملوا نفس الخطة مع كل السفن لكن بيتفاجئوا إن عدد السفن كتير جدا وطلع أكبر مما يتخيلوا فبيكرروا يخضوا الدوران ويرجعوا من قصرها وزوكو هو كمان بيكرر ينزل ويوصل للأفاتار قبل جاو وقبل ما ينزل من على السفينة بيقول لعمه إن ابنه لو كان موجود كان هيبقى فخور إنك أبوه فبيتأثر عمه بالكلام وبيقرب عليه وبيحضنه وبيقول له ياخد باله من نفسه وزوكو بينزل في القارب عشان يمشي وأنجل فريقه بيقول للرؤساء المملكة إن عدد متحكمين النار كتير وإن في خلال ساعة أو ساعتين بالكتير هيبقوا جوه المملكة وبيعرفوا إن نسبة فرص الانتصار ضعيفة جدا وعلى السفينة جاو بيوري الجنرال المنطاط اللي أخده من أبو تايو وبيقوله إن عنده خطة وهيستخدم المنطاط فيها وبقى السفن كانت بدأت تهجم وتضرب نار من مسافة مش بعيدة قوي والناحية التانية كانوا بيحاولوا يصدوا قراط النار قبل ما تدمر المملكة وكتارة بتقول للمعلم إنها تقدر تساعد وإن ده مش وقت عنده قالص عدد متحكمين النار كتير جدا ومحتاجين لكل واحدة في المملكة بتتحكم بالمية وبتفضل تحاول تقنعه لحد ما أخيرا بيوافق وبيقولها تخدهم وتروح الناحية التانية وإنهم يحاولوا يصدوا أي هجمات مالك المية بيقول للأميرة لو جراله حاجة في المعركة لازم تتولى المملكة من بعده وبيودعها وبيقول ساكة ياخد باله منها وبيفضلوا يدفع عن المملكة للحد ما الليل بليل في الوقت ده كان جاو مع الجنرال في المنطاط والجنرال بيقوله إن متحكمين المية بيستمدوا قوتهم من روح الأمر وإن الليلة دي الأمر كامل وقوتهم ما تبقى قوية جدا وبيكترح على إن يأجل الهجوم من الليلة لكن جاو بيرفض وبيقوله إنه كان بيدرس أمور من برى العالم وعرف إن الأمر بالنسبة لمملكة المية مش مجرد أمره بس وإن في الليلة دي الحواجز بين العالم وعالم الأرواح بتبقى ضعيفة وبيقوله إن فيه واحد ابن حرام قاله على فكرة ممتازة وهي إنه يستعين بحكمة من الحكايات القديمة وبيوري له إن مملكة المية مبنية في وسط واحة في أعمق الجليد وبتوفى لهم الدفع والغيزة وإن أفراد القبيلة بصوا للسماء وقتها وتعلموا تسخير المية وإن من وقتها كل القبيلة بتقوم إنه روح المحيط إدتهم الحياة وروح الأمر إدهموا القوة وإن فيه ليلة كل سنة الروحين دول بيتخلوا عن خلودهم وبيعيشوا وسط متحكمين المية واسموهم اليان واليانج يعني الحياة والموت وبيدلوا سكينة الأفاتار متحكم المية الجنرال قالوا انت أكيد بتهزر أكيد مش هتلعب مع عالم الأرواح لكن جاو بيسكت ومبيردش عليه في الوقت ده كان أنجي بيحارب وبيلاقي الأفاتار بيندح عليه ولما قرب منه الأفاتار قالوا نجاح حزرك سكنتي قريبة وأنا حاسس بيها وبيعرفوا إنها مصنوع من مواد من عالم الأرواح ولو رجعت هنا للمملكة يبقى معناه حاجة واحدة بس إنها تقتل روح المحيط وروح الأمر وكمان بيعرفوا إن السكينة مع جاو ولازم يمنع عشان العالم مايفكتش توازنه وبيعرفوا كمان إن قوة الأفاتار عظيمة بس بتقلوا قدام قوة الأرواح في نفس اللحظة جاو بيقول للجنرال إنه هيقتل روح المحيط ووقتها كل متحكمين المية اللي في العالم هيموتوا بس أنا مش وحش للدراجاتي أكيد فيه ستات وأطفال هيموتوا لو عملت كده وعشان كده أنهقت الروح الأمر عشان أخد منهم قوتهم بس في الوقت ده كان سكا واخد كل الأطفال والأميرة عشان يخبيهم لكن متحكمين النار ضربوا جزء من المملكة وكان في جزءها يقع على بنت صغيرة بس زغلولة الله يبركله بيجري وبيزقها بسرعة وبيقدر إنه ينكزها وللأسف يتعب وكان بيموت والأميرة بتقوله إنها تقدر تنكزه بقوة روح المحيط وبياخده بسرعة على هناك وبتنزله في المحيط عشان ترجع له حياته من تاني وفعلا بعد شوية بيقوم وزوكه كان قدر إنه يدخل المملكة من غير ما حد ياخد باله وسكا والأمير بيلوه المنطد بينزل في المحيط وبيجري ويستخبه بسرعة وسكا بيعرفها إن المنطد ده مسروق من قرية قماشه وإنه ساعد في تصميمه وإنه مصمم للتنقل مش القتل ويجاوا بينزل من المنطد وبيقمر رجالته إنهم يدوروا على أي كائن حي في المكان وبيعرفهم إنهم روحين هيبقوا دايما جنب بعض ولما حاول الجنرال يمنعه هددوا إنه هيقتله وأنجي وكتارة كانوا في طريقهم للمحيط بس زوكه بيوقفهم فبيقوله أنجي بش وقت قتال دلوقتي إحنا لازم نوقف جاو لكن زوكه ما كانش هامه أي حاجة في الدنيا غير إنه يقبض على الأفاتار فبتقوله كتارة روح إنت عم أفاتار دلوقتي وأنا هتعامل بقى مع الشخصية دي وبسيت لزوكه وقالت له لو إنت نار فانا مية وهب بدأ هم اللي تنين يحاربوا وكانوا سمكتين في المحيط وبيمسك السكينة عشان يقتله الروح بس الجنرال بيحاول يرجعه عن اللي في عقله وبيعرفه أنه هتحصل كرسة في العالم لو عمل كده لكن جاوه ما كانش هامه أي حاجة وبيقدر يمسك السمكة فعلا وبيقوله إنه هيبقى أسطورة والدنيا كلها هتتكلم عنه وفعلا بيلوه الأمر بقلون وأحمر والناس كلها بتخاف فبيطلع أنجو بيحاول يمنعه وبيقوله إنه يسيب الروح وإنه هو اللي هيروح معاه بس جاوه قاله إنه مالوش أي ستين لازمة في العالم وإنه أصلا ما عندوش قوة الأفاتار اللي يتخاف منها ولسه هيئتي للسمكة بيدربه الجنرال والسمكة بتقعه على الأرض وبسرعة أنجو بيستخدم قوته عشان يرجع السمكة للمحيط بس جاوه بيجري بسرعة وبيتيلها والدنيا بتتحول لبيض ويسود وكمان الأميرة بتتعب وكل متحكمين الميا بيفقدوا قوتهم ومتحكمين النار بيقدر يدخلوا المملكة وأنجو بيتدايق إنه ما يدرش ينكز الروح وبيتحول للأفاتار وبينزل المحيط ولما الأميرة قالت له إنه كده عيديع للأبد قال لها إنه كان المفروض يديع من مئة سنة فاته وإنه ده ولا زمنه ولا العلم بتاعه وإنه ما يدرش ينكز العلم بتاعه وقتها بس هيقدر ينكز العلم دلوقتي وبينزل في المحيط والجنرال كان متعاطف معه جدا وفجأة بيحصل زي دوامة كده ضخمة في المحيط وبتطلع منها كرة مية كبيرة وكان الأفاتار جواها وبعدها بتتحول لوحش ضخم غطبان والكل بيستغرب وبيخاف ولما ساقى سأل الأميرة إيه اللي حصل قالت له إنه أنجي سلم نفسه الروح المحيط وروح المحيط دلوقتي غطبانة وهي اللي هتستخدم قوة الأفاتار ومش هيستسلم ولا حد هيوقفه غير لما ترجع له روح الأمر وزوكه بيتدايق وبيقول لعمه إنه عايز الأفاتار فبيقول له عمه إن الأفاتار ما بقاش موجود وإن اللي انت شايفه ده الغضب وإحنا لازم نهرب من هنا بسرعة والوحش بيفضل ماشي وكان داخل على سفن متحكمين النار وبيحاولوا إنهم يضربوه ويوقفوه بس طبعا مفيش منه وزوكه بيشوف جاوه هو بيهرب وبيتدايق وبيضربه وجاوه بيتصدم لما بيليلسة عايش والاتنين بيفضلوا اضربوه ببعض شوية وزوكه كان مضغاز منه وجايب آخره وبيقول له إنه بواصله كل حاجة كان بيعملها وإن الأفاتار ده مهمته فبيزدمه جاوه بيقول له مهمتها يا أبو مهم أنت أنت أصلا ما تعرفش حاجة عن المهمة دي دي مجرد كذبة أو أنت سدعت إن ملك النار هيقبل إنك ترجع أصلا ده كان بيلعب بيه وإنت كنت مجرد لعبة في إيده واللي فاس في الحوار ده كله اللي أبو مقدرش يعلم عليه ويعمله جرح في وشه زي اللي في وشك واللي هي أزولة أبوك كان بيستغلك عشان يحفز أختك وزوكه ما كانش يمسادق وفيدل يقول له انت كداب فبيقول له جاوه انت فكر مني اللي بيساعدني في كل ده أزولة كانت عارفة إنك الفرس الأزرق اللي هتنقذ الأفاتار مننا وعشان كده أقنعت ملك النار إنه يبعث لي الرومال يونانية وهي اللي كانت معي قطوة بقطوة في كل حاجة فبيتعصب زوكه وبيضربه لكن جاوه بيقدر يفلت منه وبيقومه بيستغل إن يزوكه في حالة صدمة وقبل ما يقتله عمه بيزروفه واحدة وبينقذه وبيخلص العلم من جاوه وقارفه والوحش كان غضبان أكتر وأكتر وده لإنه متحكمين النار ما كانوش سكتين وعملين يهدفوا عليه كرات النار فبيتعصب عليهم وبيهجم وقوته بيتزيد أكتر من الأول وبيضرب صفن كتير وأنجي ما كانش حاسس بنفسه وبيسمع صوت كتارة وهي بتنده عليه وبتقوله إن الموضوع انتهى وإنه يرجع وبتترجى ما يسيبهمش وبتفضل تقوله إنه هو العلة الوحيدة لها هي وساكة وساكة بيقول للأمير إنه أكيد في حال يرجعه بيروح الأمر فبتسكت شوية وبتقوله صدق عندك حق وبتشكره وبتزرفه البوسها الجميلة وبتستغل له إنه بيبوسها وبتعمل تلجي على رجليه وبتسبته في الأرض وبعدها بتروح عند المحيط وبتقوله إنه روح الأمر لمستها وهي صغيرة وإنه في جزء من روحها جواها وإنها هي الوحيدة اللي هتقدر ترجع روح الأمر تاني وبتمسك السمكة اللي كانت فيها الروح فبيترجاها ساكة ما تعملش كده وإنهم أكيد هيلوح حل تاني لكن الأميرة ما بترضاش ترد عليه وبتاخد السمكة وبتنزل المحيط وبتسلم روحها وفعلا روح الأمر بترجع من تاني والوحش بيحس برجوعها وكتارة كانت لسه بتكلم أنجو وبتترجاه وبتقوله ما كانش أدرك إنك تموت من مئة سنة وإنه أدرك تبقى معانا وتنكز العالم ده وبتقوله إنها محتجاله وأنجو كان سامع كل كلامها وفعلا بيستجيب للكلام والوحش بينزل المية وبيختفي وأنجو بيطلع والكل كان شايفه ولما بيرجع لطبيعته بيتدايم من كمية الناس اللي ماتت في المملكة وبيسيبهم وبيتير أما ساكة بيعتزل للملك وبيقوله إنه ما قدرش يمنع الأميرة فبيقوله الملك أنا عارف بنت كويس وبيشكره إنه كان جنبها وبيقوله إنه ممكن ما تكونش محارب لكن أنت بطل كبير والمعلم بيقول لكتارة إنهم هيرجعوا يابنوا المملكة من تاني وهيخرجوا من المحنة دي وبيشكرها على شجعتها وبيقولها إنهم محتاجين معلم يدرب الجيل الجديد وبيطلب منها المساعدة وبتفرح كتارة بكلامه بس بتقوله إنها لازم تكون مع أنج وإنه لازم يكمل طريقه وإنها هتعلمه تسخير المية فبيديها المعلم سلسلة وبيقولها تاخدها للذكرى وبتروح هي أوساكة عشان يتكلموا مع أنج وبيعرفوا إن اللي حصل ده مش زنبه وبيحاولوا يقنعوه إنه ميلومش نفسه على اللي حصل وإنهم هيفضلوا جنبه وهايساعدوه أنج قال لهم إن الجياسته قالوا ينسى الماضي وده عشان يقدر يبني المستابل وإنه دلوقتي فيهم قصده إيه كتارة قالت له إنها هتعلموا تسخير المية وبعدها هيرجعوا لقماشه عشان يتعلموا تسخير الأرض وإنه هيبقى الأفاتار الجبار اللي هيخلص على ملك النار وملك النار بقى بيعرف إن المهمة فاشلت وإنه كمان الأفاتار لسه عايش فبيقول إنه ده كله كان متوقع وإنه عارف إنه غزو الشمال اللي هو متحكمين المية صعب جدا فبيقوله المساعد طالما هو صعب ليه أمرتنا بالهجوم من الأول دحك وقاله ده كله كان مغرد لعبة أنا كنت بالهي العالم عن اللي أنا عايز أعمله وإنه هدفه الحقيقي ما كانش متحكمين المية وبنعرف يا عزيزي إنه هدفه كانت مملكة الأرض وبيقول إنه الأول مرة من كارن وماشوا بقت تحت سيطرتنا وده بفضل أزولة المساعد قاله بس إحنا خسرنا أرواح كتير في الشمال ومنهم زوكه إيه اللي جاعد بيقوله لو زوكه قوي فعلا يبقى هيعيش ياما لازم نضحي بالضعيف عشان نكسب الحرب وأزولة بتحتفل بانتصارها وسط رجلتها والملك بيقول إنه الكلام مخلصة على كده يعني استنوه في جزء جديد إن شاء الله وبيخلص المسلسل على كده لايك بقى يا عزيزي وقل لي رأيك في كومين واشوفك الفيلم الجاي ترجمة نانسي قنقر